موسيقى 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 والطيرة هي سرحة في سماها يا الله معاها يا الله معاها يا الله معاها يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا يا صباح الفل والورد والياسمين على حضراتكم مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل ومعينا النهاردة في الستوديو موهبة فنية وصوت جميل زي ما حضراتكم سمعتم كده هيكلمنا عن بدايته في مجال الغنى وأهم الأعمال اللي قدمها وإيه اللي بيفكر يقدمه في الفترة اللي جاية وكمان هيكلمنا عن دور الفن ورسالته بشكل عام كل ده وأكتر هنعرفه منه هو شخصيا اللي منورنا في الستوديو النهاردة المطرب أحمد الشاهد صباح الورد عليك صباح الورد عليك صباح الورد عليك صباح الفل عليك ويعني جمال صوتك خلاص هو أوضح كل حاجة لأنا دايما في الفقرة الفنية أقول أحب أسمع عبل ما أتكلم فأقولي بقى إمتى بتديت تغني الموضوع ابتدى معك إزاي دارس ولا مش دارس دراستك إيه بصي أربع خمس أسئلة في سؤال واحد على طول ندخل في الموضوع على طول عشان نلحق نغني طبعا الموضوع من وانا بيبي كده ظنون كنت في كتاب وبقرأ قرآن فالموضوع كان ملحوظ قوي من وانا زغير وفي موضوع الإنشاة دايما من أول مطلع مهرزين تحديدا وأنا بسمع وغني وكده فقامت مامتي وديتني أسر الثقافة من هنا بقى بدأ الموضوع من ثالثة عدادة تقريبا مرورا بقى تقريبا أي كرال للأطفال دخلت فيه كرال الشباب والرياضة كرال أسر الثقافة للأطفال كرال التربية والتعليم لحد ما وصلت سن الثمنتاشر دخلت فرقة الموسيقى العربية قاعدت فيها سنة بعدين دخلت الجامعة فبقيت في منتخب كرال جامعة ألف يوم وفضلت كابتن المنتخب حوالي سنتين أو ثلاثة تقريبا دي قصة كفاح الموضوع مش هواية كده من بعيد لبعيد لا طبعا ما فيش حاجة بتيجي كده سعيد لازم دايما فيه سيكونس كده في الخطوات اللي الواحد بياخدها مرم بمدرسة الإنشاد لحد ما آخر حاجة طبعا وصلت لها ومنها بوجه أكبر تحية لدكتور عز الدين طه ميصر القصة وزارة الشباب والرياضة اخترني من مصابة إبداع وتسعت ل القصة وزارة الشباب والرياضة آخر حاجة كنا في احتفالية يوم ساحل عالمي في مرسى عالم من أسبوعين طب انت واضح انك بتبزل مجهود جدا في القصة دي انت عايز تكون ايه قدام يعني هدفك ايه اللي انت عايز توصله اللي انا عايز اوصله زي ما لسه هنقول على سؤال الفن رسالة فيه رسالة عايز اوصلها من الفن ده اللي انا عايز اوصله مش لازم يكون موضوعا شهرة أو فلوس لان دايما الناس بتبص الموضوع الفن كده طب خلينا نعيد سياغة السؤال تاني ونقول ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها من الفن ايه الرسالة يعني على سبيل المثال فيه فكرة انا محضرها دايما الناس بتحاول تشوف نفسها في الغنى او في التمثيل الناس اللي هي العادية الناس البسيطة بيعيشوا مع الأغاني اللي بتمثل حالتهم تمام مع الجانب الآخر بيبقى فيه أغاني دايما بتدعو للتفاؤل بتدعو للنظر المستقبلية إن احنا ما فيش مستحيل فيه أمل دايما فيه أمل وفيه تحيق للحلم طيب بما إننا يعني بنحاول ندور على النور في العتمة اليومين دول وإنت بتقولي فيه أغاني بتقول إن فيه أمل وبتخلي الواحد عنده طاقة إيجابية كده سمعنا بقى نسمع الأول طبعا هنسمع اللغنية اللي الناس بتشوف حالهم فيها اللي هي نظرة تشاؤمية بتاعت الشباب اللي هو ده حالي فدي هنسمعها وعدين نروح للأمل والتفاؤل يلا يلا بيد احنا جي لللي شايب وهو شباب كل خطوة بألم كل خطوة بعذاب ضغطوة بتشوف حالهم في العالم اسمعني انت اللي بتضيعني للماضي بترجعني وعايز تحبسني فيك احلامي انت اللي قاضت عليها لما تحكمت فيها تفاضل يا ايه يوم طلع لنا الأستاذ تامر حسني انا عايز سأكس وإيه دي لغلالها هتدينا أمل انا هقطع شريني انا بقى جاي ما انا بقول لحضرتك اه الأمل لسه بجايش اه ده ده بحث فيه كتير جدا من الشباب هم شايفين دي حالاتهم اه اوكي ودي نظريتهم للحياة ان الأغنى دي بيتمثلهم فيحبوا اسمعهم الامل جاي مع تامر حسني الامل يجي بقى مع تامر حسني ياريد من فتر ممنوع تخاف أو تتهزم ممنوع علشان مفيش للي بتدي ترجوع طول ما انت أولى بحلمك احلم وانت أولى بحلمك واللي بيحلم لا يضعف ولا يعرف خضوع طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال ده احنا في زمن صعب وملوش غير عند واستقتال شوف ايمة الموجود وصرخ قولنا موجود ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود طول ما انت مش تمثال عافر يمين وشمال ده احنا في زمن صعب وملوش غير عند واستقتال شوف ايمة الموجود وصرخ قولنا موجود ده الحلم قادر يشحنك ويوقفك مسنود الله عليك يا احمد حقيقي احمد انت شاركت اكيد في حفلات غنائية كتير طب كلمني بقى عن الحفلات اللي انت شاركت فيها يعني من ابرز الحاجات اللي شاركت فيها كان مهرجان ابداع لوزارة الشباب والرياضة بتقدمه شاركت فيه ثلاث مواسم واربعات كان فيه مهرجان مراكز الفنون وطبعا مع ركسة وزارة الشباب والرياضة يعني اهم حدثين شاركت معهم فيها يوم السياحة العالمي وختام الالومبيات الحدودية في مرسى مطروح ده ابرز الحاجات اللي شاركت فيها طبعا غير حفلات الجامعة غير احتفالات ناصر اكتوبر ومؤخرا جدا بدأت تنزل حفلات خاصة كده في اماكن في حفل التخرج فاندي اه ابتديت بقى الموضوع يعني تجاري شوية مش بس موهبة ووزارة الثقافة وكده طب قولي عندك الرهبة بتاعتد وقوف على المسرح بما انك لسه بتقول مؤخرا ابتديت انزل فيه رهبة كده المسرح ليه رهبة فضيع عندك الحتة دي هي مش موضوع عندي هي راحت بس مازال برده هيفضل في ما بين الفنان وبين الجمهور في فيه الخطة الاولى كده لو انا طالع لرجمهور اللي وهو ايه ده هتفضل الخطة الاولى دي موجودة مهما كان الفنان عد عليه قد ايه حتى الفنانين الكبارين موجودين اكيد هيقوله نفس الكلام طب بتتغلب بقى الخطة الاولى دي ازاي يعني كل فنان او زي ما بيقولك كده كل شيء خليه طريقة كل فنان لما تسأله يقولك عنده تكنيك حد يقولك أنا بعمل حاجات معينة حد يقول لك فيه نوع من أنواع المديتاشن حد يقول لك أنا ببص عيني بسبتها في حتة قصص دي ليه بتاعة المصرح دي. إنت أقول تعمل إيه؟ أنا بعيش. بتنسى أني فيه جمهور ما بتبصش بمبصب باللي بعمله. طول ما أنا مبصوب باللي بعمله هطلع أحلى معندي إن شاء الله تطلع أحلى معنك وإن شاء الله تبقى نجم كبير في المستقبل نورتنا مبسوطين بوجودك معنا النهاردة وصباحك صباح الورد نورنا المطرب أحمد الشاهد صباح الورد عليك. صباح الورد سيدة مشاهدين دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الورد